مجمع الحديد والصلبة واحدة من الانقلاع الصناعية المعروفة في مصر واللي انشأها جمال عبد الناصر عشان يكون مورد لكل الصناعات الثقيلة في مصر الحديد انتوا عارفين داخل في معظم الصناعات العسكرية وفي كثير من الصناعات المدنية فتم انشاء هذا المكان ليكون اكبر مصنع في الشرق الاوسط ولان الاراضة السياسية مش عايزة ده فتم اهمال المصنع من ايام حسن مبارك عشان بس يبقى الواحد تعنيه فير من ايام حسن مبارك زي ما انتوا شفتوا تابعته السنة اللي فاتت لما صدرت قرارات بتصفية المصنع رغم ان العمال كانوا عملوا تظاهرات وطلبوا مجلس الاضارة بانهم يسيبوهم هم يدوروا المصنع بمعرفتهم لكن الحكاية كانت عايزين بقى نخلص نبيع المكان كهلة والالفين وخمسمائة متر الالفين وخمسمائة فدان اللي مبني عليهم المكان ده عايزين برضو ده عراضي على النيلف حلواني يعني حتة المتر فيها يجي بالشيء الفلاني ان احنا الدولة الان تشتغل بتشتغل في فكرة السمصار مش المقدم الخدمات فالحقيقة احنا جتلنا بعض الاشياء الكثيرة جدا مع عمليات النهب والتخريب التي طالت محتويات المجمع منها مثلا شركة الرواد لصاحبيها تامر جمال انور وعماد احمد احمد علي احنا جماعة بس عشان ما يبقاش حد ما بنظمش حد كل واحد في دولة لها حق الرد اذا كانت المعلومات غير حقيقية اذا كانت المعلومات فيها تهم غير حقيقية لك حق الرد في ايه بعت واحنا هنقنشر احنا الناس بنمارس الاعلام المهني ما عندناش خصومة لا نعرف الاخ ده ولا الاخ ده فنحن ليس لدينا خصومة واحد احنا بنقول بناءنا على الاوراق ان حضرتك شركة الرواد دي مملوكة لشخصين هاربين من احكام قضائية تامر جمال انور وعماد احمد احمد علي دولة عندهم احكام قضائية هاربين منها عندك رد ابعتهن واحنا نقول شركة ابناء ابو عريضة للمقاولات وسرقة ونهب محتويات مجمع ابو الحديد شركة ابناء ابو عريضة اللي هو فيها عبدين ابراهيم فصل سلمان ودي التصريح هو عبد المبدي ابراهيم فصل سلمان وفصل ابراهيم فصل سلمان دولة شركة تلتة اللي بتمارس ابناء ابو عريضة المقاولات اللي بتسرق المجمعات واخد تقريبا مئة الف طن من المعدات تقريبا مئة الف طن مش طن واحد مئة الف طن مالتي تريد وشركة اللواء السيد اللواء المبجل ايمن متولي زابط بجهاز المخابرات العامة المصرية سابقا والراجل الخرج عمل السبوبة بتاع الشركة دي كانوا دخل دولة شوف دي الصور قدام كهي الحاجات اللي بتتسرق ده كان الداخل يشيل زي الجلخ جلخ يعني بيسيل الجلخ بتاع الموجودة على الأرض حاجة حلف يعني بقى الخردة دي كلها دي كلها ملايين دي كل ده حديد بملايين فدخل ايه لقت رزق الراجل فانت عندك شركة الرواد ومالتي تريد وابو عريبة الخسائر سعر طن الظهر كان بيتراح من 8000 ل 1400 متر ل14000 جنيه طبعا احنا عرضنا صور المسروق بقى الشركة الرابعة شركة الكريم للمقاولات العامة والنقل والتوريد دي برضو شركة موجودة هنا بيتحدث بقى عن أسماء أشخاص منهم رفعة ربيع مسلم ده رفعة ربيع مسلم جابوا واحد عشان يخز الراجل اللي شفت صوره قبل كده اللي هو من سكان المنطقة اسمه عمر ابو النين اللي كانت الصورة اللي قبل كده جابوه ده عشان ايه يحرص الغفير اللي هو اي حد والتاني اسمه أنور سلامة دولا للتين عشان يحرصوا بقى وطبعا الناس دي كانت بتلقى تعيش بقى ما شاء الله يعني انت عارفين الحراسة في مصر تبقى عامل زي بتحرص وبيتطلقت رزقك ودخل رجال تقولك ان فيه رجالة بيموتوا في الأنفاق تحت سعقا بالكاربة ولا يعلن عنهم شركة السلام للنقل والمقاولات الذي يمتلك شركة أخرى للشحل والشيخ أنور ده فني أول توريدات فني أول توربينات سابق بشركة الحديد والصورة دولا كلهم الحياة متورطين في جرام شكرا للمشاهدة